عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبدالغفار اجتماعا مع نواب ومساعدي ومعاوني الوزير وعدد من المستشارين لمتابعة تنفيذ التكلفات الرئاسية وأكد الوزير أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة المشروعات التي تعمل عليها الوزارة والجهود المبدولة لتنفيذ تكلفات الرئاسية الصادرة لها موجها مراعاة تنفيذ محاول رؤية الوزارة في تطوير التعليم العالي لضمان الجودة وتحقيق التنافسية ورفع مستوى تصنيف الجامعات وربط الجامعات بالصناعة وتطوير النظم الإدارية بمؤسسات التعليم العالي وتحقيق الدور الفاعل للوزارة في دعم التنمية بمختلف المجالات وفقا لاستراتيجية مصر لتنمية المستدامة 20-30